اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس في مقر بعثة سيرلينكا لدى الأمم المتحدة مع معالي السيد جاميني لكشمان بيريس وزير خارجية جمهورية سيرلينكا الديمقراطية الاشتراكية وتم خلال الاجتماع توقيع على اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلينكا الديمقراطية الاشتراكية وقد أكد سعادة وزير الخارجية بأن التوقيع على هذا الاتفاق يعكس رغبة البلدين الصديقين على المضي قدما في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المنشودة معربا عن تقديره لمسار العلاقات الثنائية والتي تشهد تطورا متناميا على كافة الصعود منوها بإسهامات الجالية السيرلينكية في مسيرة التنمية في مملكة البحرين من جانبه أشاد معالي سيد بيريز بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سيرلينكا الديمقراطية الاشتراكية مشيرا إلى تطلع بلاده إلى زيادة مستوى التعاون الثنائي إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك موسيقى ترجمة نانسي قنقر